في بقى شوية أخبار بالنسبة لمسيحي الشرق الأوسط والعالمي احنا طبعا نفاكرين فيلم باشن اللي هو صلب المسيح وقد ايه كان فيلم قوي جدا وبعد 15 سنة من هذا الفيلم بدأ تصوير فيلم قيامة المسيح وبرضو فيه توقعاته انه هيكون أكبر فيلم في التاريخ المخرج الأمريكي ميل جابسن كان هو اللي عمل فيلم الباشن أو زا كرايست أو آلام المسيح وشوفنا كلنا قد ايه كان قوي جدا جدا هذا الفيلم الفيلم الجديد بقى هياخد من وقت القيامة وهو ظهر لتلاميذه لغاية تقريبا الصعود ومتوقع انه يتم طرحه في دور السينما ان شاء الله عشرين عشرين بالتأكيد يعني احنا كلنا منتظرين هذا العمل العظيم وهنشوف برضو ميل جابسن هيفجئنا بايه زي ما كان طبعا فيلم آلام المسيح الفيلم القوي فيلم البشر في بقى في محافظة نينوة في العراق للأسف الشديد في تضييق على المسيحيين عشان يشتروا منازلهم النقب السابق عن محافظة نينوة جوزيف سليوة قال انه تم رصد مبالغ طائلة لشراء أراضي المسيحيين في نينوة وخاصة منازل العائلات اللي هي عايزة سافر خارج البلاد وقال ان الأساليب دي بتعتبر أساليب تضييق وابتزاس على طبعا عارفين من ساعة داعش وازي المسيحيين هجروا بيوتهم وفي منهم اللي يرجع وفي منهم بيحاول يرجع ولكن اللي بيحصل للأسف الشديد جدا انه فيه انتهاز لفرص وعايزين ياخدوا برضو نوع من أنواع الابتزاز والكلام ده كله فيه قصة كمان كانت مشهورة قوي لمريم اللي كانت سمحت داعش على جرائمهم وكلنا فاكرينها لما استضفوها في سات سيفن وكان برضو ده من الـ CWN العربية قد ايه فعلا البنت دي كانت رائعة كانت هي سايبة بيتها وكانت يعني حقيقي فعلا بنت جميلة جميلة زي ما بيقول لها حضراتكم واثرت في النفوس كتير جدا ان هي كانت مسامحة داعش على كل اللي عملوه الحاجة الجميلة ان مريم بالفعل يعني رجعت لبلدها وهي واختها وهيبتدوا يعني الحياة من جديد بعد ما كانوا عايشين في أماكن لجوء أو إيواء التقيت بألاف النازحين واللاجئين كثيرون تركوا انطباعا ثابتا عندي بسبب مواقفهم وأقوالهم وكيف ينظرون إلى معاناتهم سأتذكر على الدوام طفلة في سن العاشرة التقيتها في شمال العراق بعد احتلال داعش بلدتها في صيف العام 14 هذا ما قالته لمريم حين زرت المخيم الذي عاشت فيه قبل أربعة أعوام قال يسوع في الكتاب المقدس لا تخافوا أنا معكم وقال أيضا أن نغفر للآخرين ليس مهما من يكرهكم عليكم أن تغفروا لهم يسوع هو أبي وخالقي ليس عندي من هو أفضل منه عندما أخرجتنا داعش من بيوتنا كانت يده معنا وخلصنا عندما أصلي أطلب من الله أن يعيدنا إلى منازلنا وأن يعم سلام الله كل العراق وأن يسامح الله داعش مريم وأختها زمرد كانت تحبان الترنيم أيضا بعد أربعة أعوام عادت مريم وعائلتها إلى بلدتها قرقوش الفتاة التي أصبحت في الرابعة عشر تحدثت إلى الزميل عصام ناجي من قناة سات سافن ضمن وثائق مكمل لقصتها يدعى سيكول أوف هوب مريم قالت إنهم وجدوا منزلهم سليما ولكن داعش سرقت محتوياته وعلى رغم الضيقات لم تستطع داعش سرقت قلب مريم بعيدا عن المسيح ليست المسألة هي عن المنزل أو المكان الذي تعيش فيه وليست أيضا عن المكان الذي يحيط بك المسألة هي ما تشعره في قلبك وما ترى الله يفعله من أجلك فهو يعتني بك على الدوام وبالتالي يمكنك الاعتماد عليه نأمل أن نقدم لكم المزيد عن مريم في الأيام المقبلة العديد من الدروس يمكن تعلمها من اللاجئين ولسيما من مسيحيين شرق الأوسط تاقي لي قصة جميلة لمريم ونتمنى ربنا يسنت كل اللي كانوا يعني عينوا من داعش وربنا يحفظ عليهم وكله يرجع يعني بعد ما حصل طبعا تغييد الهوية الشرق الأوسط وهجرة العدد كبير من المسيحيين